ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقابة بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود ورعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا أن لا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الزمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإلا انهزمتم قبل أن تبدأوا القتال النص لنا النص لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يغضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهوة بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول؟ هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الرعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون سلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة المكافأة انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء؟ رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظاهرة أنصحكما بأن تسرعا بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرعا هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يصعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعكلها جيدا ونذهب نحن ونسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة امرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو عقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابة السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ هو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضروعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعره ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 بد أن هناك حلا قل شيئا يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ أكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نقع عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها لا يهم أن نرى بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يا أوسا يا رجل لا على الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذا ادعوه إذا من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبته بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أنا لي عمل من رجلت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال قدت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألن تبيع لي هذا الحليب يا سيد رابح ماذرة أيها السيد اسمي عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولا ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولا حتى ألحق بالقافلة فقد أخذت عحدا على نفسي بأن يشرب أبوي أولا أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع الصبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نعض نطيق الانتظار من أنت يا مرأ؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة واحدة حتى تحدث الباركة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع لي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لس جائعا فقط أريد الراحة سأطمئنه على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبوي هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سلام عليكم يا أمي إنها نائمة وأبي يغط في نومه أيضا انتظر حتى يستيقظه إني جائعة يا أبي أعطني بعض الحليب حفان يا حبيبتي سأسقي أبي وأمي أولا لا أستطيع الانتظار يا أبي لقد أخذت عحدا على نفسي ألا أسقي أحدا قبل أبوي رابح ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعد قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد آه لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمأ أليس مع أحدكم جرعة ماء لقد اقتسمنا الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة آه لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به؟ إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأس منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تماد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد؟ أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها؟ ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد؟ زياد؟ إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلاهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أي كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاولي لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال؟ وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ها هي النقود أتبكين يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجني واستدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذ المال معك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع كيف حالك يا سيد عمار بخير يا سيد عزيز هل من خدمة أؤديها لك؟ جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لا كما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أهلا بك يا بدر كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثل ما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالهناء والشفاء أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا رأيته يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خالي البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكم هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتدخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صارت قطعانا بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيرا عندك قبل عشرين عاما عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغا من المال نعم كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوما واحدا أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك بارك الله لك فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هل أعطيته آلاف الأبكار والأخنام والإبل نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئا نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئا يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد عشر جل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شيبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرة ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجبي كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون لنا هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوجوا منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده واربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سوادا يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى؟ سلم ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم؟ إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟ ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟ عذى الله إنها داركم لن أطيل عليك يا صنعان لقد لقد جئت خاطبا خاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر؟ ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا أنا معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وسغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لا ما أقول شيئا هاتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون من الطعام؟ إننا فقراء يا ولدي وأنتم أصحاب فضل علينا استغفر الله استغفر الله يا أخي دعني أكمل يا سيد حمدون لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ماذا تفعل يا جواد؟ أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا إنني راضٍ عنك يا جواد ولكنني غير راضٍ عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسداً قد لام صخراً وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيداً يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعاً يداً واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكراً لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان؟ منذ متى؟ منذ ما توشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عننا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم اتركاني في حزني وألمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبث أولئك هم الظالمون انظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم نوم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله علي يعطي المساكين أولا هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحوا أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء أن ينطلق أيا الحصام الكسول كانت وصيتك يا أبي أن لا نفترق فماذا أفعل الآن؟ آه متى نبدأ في جمع المحصول؟ موسيقى غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام؟ إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء وشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيودهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألا نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ اغلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك أن لا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنق pendقer هيا إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب الوفيرة وأنا أكثر منك شوقا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أين ذهب الجناتنا؟ هل ضللنا الطريقة إليها؟ كلا لم نضل الطريق بل حرمنا من الخير آه مات كل شيء هلك كل شيء أصبحت الجنة كالصريم صارت خرابا الويل الويل لنا ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث كيف تموت الحيوانات والطير كلها في نفس الليلة؟ وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها ألم أقل لكم لو لا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير لقد ضعنا بسببك أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت رفضت أن تعطي المساكين كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك؟ بل أنا بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة أحذرك يا صخر أن تتمادى أرني ماذا ستفعل يا أسد؟ حرام عليكما ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخصئ إن الجدال قادنا إلى الخصام وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة إن أحدنا قد فكر في الجريمة ولكننا جميعا اشتركنا فيها أنت في الحقيقة لم تشاركنا بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان كان تغياننا هو السبب لنعترف بذلك إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة والثانية كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد مقادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أن تسرع فنحن نتدور جوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام هل تظننا دواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا سيد انتظر نترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى ملابسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن وما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله وسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاشتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شيبون أرجو أن تأكل من هذا اللحم لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضلي يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطخ سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاءه وتلك نعمته اللهم أعنا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله شكرا شكرا شكرا